مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب هنكمل مع بعض ما قد بدأناه وهو دراسة في انجيل مرس كلمنا الاسبوع اللي فات عن انجيل مرس تحت المجهر واليوم عنوان الحلقة هو اشكاليات وآيات صعبة في انجيل مرس اشكاليات وآيات صعبة في انجيل مرس كلمة الله تخلو من اي تناقض لكن ليس معنى هذا ان كلمة الله تخلو من الصعوبات فهناك آيات صعبة تحتاج الى التفسير وتحتاج ان نقف معها ونفسرها ونوضحها معا اليوم هحاول اخد كام اشكالية وكام آية صعبة من المذكورة في انجيل مرس ما اعتقدش ان احنا هنبقى يعني قادرين ان احنا نخلص انجيل مرس في حلقة واحدة علشان كده حلقة النهاردة تعتبر الجزء الاولاني من اشكاليات وآيات صعبة في انجيل مرس نأتي الى اول نص بنجده في انجيل مرس وفي اصحاح واحد وهذا هو السؤال ما معنى معمودية التوبة لمغفرة الخطايا لما بكلمنا الكتاب المقدس عن يحنى المعمدان في بداية الانجيل بيقولنا ان عندما كان يحنى يعمد كان يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا فما هي معمودية التوبة وهل هناك هل معنى هذا ان المعمودية هي التي تخفر خطايا الانسان ماذا نستطيع ان نفهم وكيف يمكننا ان نفسر هذا النص هذه الاية لابد ان تفهم بالصورة الاتية اولا ان دعوة يحنى المعمدان كانت دعوة للتوبة وكلمة توبة يعني تغيير المسار يعني واحد ماشي في طريق يكتشف انه ماشي غلط يلف ويرجع ويمشي في الطريق الصح ده معنى التوبة التوبة لا تعني فقط التأسف على الخطايا جزء من التوبة اللي بيجعلني ان انا اتوب ان انا ببقى فعلا يعني متأسف على الخطايا اللي عملتها مدرك ان انا اني قادر اتكابت خطيئة وبقى تأسف عليها لكن يا ما ناس ممكن تتأسف عن خطايا وتكمل في نفس الطريق كويس لكن التوبة بحسب المفهوم الكتاب هي العودة تغيير المسار نتيجة تغيير الفكر فلما يتغير الفكر يتغير السلوك تتغير الحياة ويتغير حياة الانسان ويتغير كل توجهاته وافكار قلبه كويس عش كده لما يقول انه ان يحنى كان يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة هنا التوبة هي الاساس ان الناس تتوب وعندما تتوب تعلن عن توبتها بالمعمودية فالمعمودية هي الاعلان العام المرئي كويس امام الناس انه هذا الانسان فعلا قد تاب وترك خطايا المعمودية بالفكر اليهودي كانت عن الاختسال اختسال الجسد فعندما تختسل الروح بالتوبة والاعتراب بالخطايا كويس يعلن عن اختسال روحه باختسال جسده في نهر الاردن كويس عشان كده معمودية يحنى كانت معمودية التوبة او معمودية التوبة لمغفرة الخطايا بيقول يوسيفوس وهو المؤرخ اليهودي المشهور الذي كتب عن يحنى المعمدان يقول في كتابه في المجلد الثمنتاشر يقول ان معمودية حنى لا تعني ان المعمودية تخفر خطايا الانسان لكنها تقدس الجسد اعلان عن تكريس الجسد وتقديس الجسد بعدما ان اختسلت الروح وصارت تفعل اعمالا صالحة كويس فده معنى الاية ان يحنى كان يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا اجي الى جزء اخر واحنا بنتكلم في اصحاح واحد ايضا مرتبط بمعمودية يحنى معمودية الرب يسوع وبيجي السؤال على طول اذا كانت معمودية يحنى ودعوة يحنى المعمدان هي للتوبة لكي ما ينال الانسان غفرانا لخطاياه فلماذا اعتمد المسيح من يحنى لماذا هل كان يسوع محتاجا للاعتراف بالخطايا والتوبة ولاج لهذا ذهب الى يحنى المعمدان واعتمد لا طبعا وعايز اقول للذين يشكون في مصداقية الكتاب المؤدس انه لو الكتاب المؤدس اتكتب بتأليف انسان كويس دون ارشاد الروح القدس لكان بسهولة هذا النص يتشال او هذا الفعل الذي فعله يسوع يتشال وده بيتحط تحت سموها براهين المصداقية ايه هي براهين مصداقية الاناجيل في برهان بنسميه برهان الخجل بمعنى انه في امور كويس لو احنا هنقلف هنقلف مش هنحطها ليسوع مش هنتكلم عنها عن يسوع فيها من ضمنها معمودية يسوع اللي مازال الناس بتسأل عنها من وقت حدوثها وحتى يومنا هذا السؤال هو لماذا اعتمد يسوع لما يقول الكتاب وفي تلك الايام جاء يسوع من نصرة الجليل واعتمد من يحنى في الاردن وزي ما قلت لحضراتكم هل كان يسوع محتاجا الى معمودية يحنى وبالاخص اذا كانت معمودية يحنى تسمى معمودية التوبة لمغفرة الخطايا اول حاجة لازم نحطها في اعتبارنا وتكون واضحة لنا وضوح الشمس ان المسيح له كل المجد كان كاملا وبلا خطية وده اللي بيأكده الكتاب ده اللي بيأكده الكتاب لما قال في كورونسوس التانية اصحاح خمسة وعدد واحد وعشرين لم يعرف خطية لم يعرف خطية ولما قال ايضا في عبرانين اربعة وعدد خمستاشر عنه انه بلا خطية ولما وقف الرب يسوع قدام الجموع كلها وتحداها وقال من منكم يبكتني على خطية فهو القدوس البار الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش هو كامل نقي طاهر فكرا وقلبا وفعلا يحنى المعمدان نفسه في نفس الموقف شهد عن الرب يسوع وكان يعني متردد في قبول انه يعمد المسيح لما قاله انا احتاج ان اعتمد منك وانت تأتي الي ازاي ده انا اللي محتاج ان انت تعمدني لكن انت جاي لي يحنى ادرك قداسة المسيح وان المسيح بعيد كل البعد عن مفهوم معمودية يحنى التي هي التوبة ومغفرة الخطايا المسيح قال له في متة ثلاثة بيقول لنا ان المسيح رد على رب يسوع رد على يحنى المعمدان وقال له انه ينبغي او يليق بنا ان نكمل كل بر وهنا نقف قدام نقطتين او كلمتين مهمين من كلام الرب يسوع يليق بنا ان نكمل ان نكمل توفلفل والكلمة التانية كل بر righteousness المسيح هنا اكمل كل بر كان في كل حياته يحقق البر الالهي يتمم دوره باعتباره ابن الله الذي اخضع نفسه لعمل مشيئة الاب في كل خطوة من خطوات تجسده وحياته وخدمته على الارض معمودية الرب يسوع كانت للاعلان عن بداية خدمته الاعلان الرسمي عن بداية مناداته وخدمته العلنية كانت ايضا معمودية الرب يسوع مهمة لانه كان ينوب عن الانسان كان ممثلا عن البشر ادم الاخير الذي ينوب عنهم في كل عمل البر والذي ببره ينار الانسان تبريرا عشان كده رب يسوع له كل المجد اتى الى يحنى واعتمد ليس لانه كان يحتاج الى هذه المعمودية ولكن لان الذي اعلن يسوع هو ان يليق به ان يكمل كل بر واي قارئ للاناجيل اي قارئ لحياة الرب يسوع هيقف قدام شخص المسيح ويدرك عظمة هذا الشخص الجميل الذي كل ما صنع كان يصنع كل شيء حسنا في وقته نحن كده يعني لسه في اصحاح واحد كويس فيه كمان في اصحاح واحد نقطة اخرى وهو سؤال بيترحه البعض هل تؤمن المسيحية بثلاثة اله ليه عم المسيحية بتؤمن بثلاثة هيقولك لانه في معمودية المسيح رأينا تلاثة اشخاص منفصلين يعني زي ما يقول الكتاب وللوقت صعد وللوقت وهو صعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه وكان صوت من السماوات انت ابني الحبيب الذي بيسررت فعندنا هنا الاب من السماوات الابن في المعمودية الروح القدس نازلا مثل حمامة وزي ما احنا كمؤمنين بطبيعة الله الواحد المثلث الاقنين البعض يرى يعني ونرى في كمؤمنين بالثلوس نرى انه هنا تأكيد للثلوس الا انه البعض يرى هنا تأكيد لثلاث اشخاص وليس لاله واحد عندنا الاب وعندنا الاب وعندنا الروح القدس فهل هذا الادعاء صحيح هل هذا الادعاء صحيح اول حاجة لازم ندركها انه هذا المشهد العجيب والرائع هو مشهد تم في وقت تجسد المسيح على الارض الوقت اللي فيه ظهرت التمييز بين الاقنين في الدور والعمل فالاب ارسل الابن والروح القدس نازلا مثل حمامة عليه ومستقرا عليه والابن موجود متجسد على الارض فهذا التمييز التمييز في الاقنين ونحن نؤمن بتمييز الاقنين وليس فهذا التمييز في الاقنين في الادوار الاقنين نراه بوضوح في معمودية الرب يسوع لكن هذا التمييز مؤسس على وحدة الجوهر وحدة الجوهر اللي تكلم عنها الكتاب المقدس مرات ومرات فنحن لا نؤمن بثلاثة الهة فمنذ العهد القديم ويؤكدها ايضا العهد الجديد ان الرب الهنا رب واحد اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك فكرة او حقيقة ادوناي اخذ او الرب واحد كويس انه شخصية واحدة لا نؤمن بتعدد اليها لا يوجد في المسيحية تعدد اليها فالكتاب المقدس يدين بل ويجرم بل ويعاقب يعاقب كل من يتعبد لآله لكن الكتاب المقدس بيأكد بكل وضوح زي ما رأينا في الخلق مثلا انه بنرى الله الخالق بنرى الروح القدس الذي كان يرفع على وجه المياه بنرى وقال الله كلمة الرب فبنرى التميز في الاقانيم حتى في اصحاح واحد من سفر التكوين لكن هنا التميز في الاقانيم ايضا زهر في معمودية الرب يسوع لكن مرؤس نفسه مرؤس نفسه اللي بيقول لنا انه صوت من السماء الاب من السماء متكلما والابن في المعمودية والروح القدس نازلا عليه هو نفسه مرؤس اللي قال لنا في نفس الاصحاح ان الرب يسوع هو يهو المتجسد ازاي الكلام ده لما قال في اصحاح واحد اعدوا طريق الرب انه هو صوت صارخ في البرية هو اتى كصوت صارخ في البرية مهمته الاساسية انه يعد طريق الرب ويعد طريق الرب كويس اقتباس من اشعية اربعين الرب هنا هو يهوى اي ان يحنى المعمدان اتى لكي ما يعد الطريق امام الرب يسوع الذي هو يهوى ده بيأكد يحنى يمكن موضوع يسوري بيأكدها مرؤس يمكن موضوع مرؤس الاساسي هو المسيح الخادم لكن في نفس الوقت مرؤس اللي بيتكلم عن المسيح الخادم هو نفسه اللي بيأكد لنا لهوت المسيح في مواقف كثيرة وفي عبارات كثيرة رب يسوع قال انه انا والقاب واحد رب يسوع قال انه من رآني فقد رأى الاب رب يسوع له كل المجد في متى 28 قال وعمدوهم باسم وليس باسماء ليعلن وحدة الجوهر لم يقول وعمدوهم باسم اسم واحد لكن كمان يقول لنا وعمدوهم باسم الاب والاب والروح القدس ليعلن التميز في الاقانيم فنحن نؤمن بإله واحد جوهر واحد لكن ثلاث اقانيم وانا اتكلمت مرة ومرات كثيرة عن موضوع الثلوس وشرحت بالتفصيل في حلقات كثيرة اتمنى انه انه يعني الاجابة المختصرة دي تكون اجابة يعني بتوضح بعض النقاط المهمة واحنا بنتكلم عن هذه الاشكاليات او هذه النصوص الصعبة في انجيل مرقص اجي الى نقطة اخرى مهمة نقطة الاخرى دي هي في نفس الاصحاح هي تجربة الرب يسوع المسيح انه يجرب فكرة انه يجرب يعني دايما المسلم يقولك انتم تؤمنون ان المسيح هو الله فكيف لله انه يجرب وده سؤال منطقي لكن لازم يتحط في الاطار الصحيح بتاعه كيف يجرب المسيح وهو الله المتجسد طبعا النقطة تجربة المسيح فيها فيها نقطة مرتبطة بيها مهمة اوي وهي هل كان المسيح قابلا للخطأ ام ان المسيح غير قابل للخطأ يعني زي ما اتكلمت خدت حلقة كاملة افتكر من كم سنة عن هذا الموضوع وايضا كتبت فيه عنه فيه كتاب المسيح من هو بالتفصيل هل كان يسوع قابلا للخطأ طبعا ايماننا نحن نؤمن ان يسوع لم يكن قابلا للخطأ لانه الخطأ بينتج من داخل الانسان وليس من خارج الانسان بمعنى انه اي خطية بنفعلها بتصدر من جوانا بتصدر من جوانا من جو قلب الانسان من افكار الانسان علشان كده لما يتكلم عن الرب في يعقوب واحد يقول ان الله غير مجرب بالشرور هو نفسه لا يجرب بالشرور بمعنى ان الشرور ليس لها مكان في قلب الله هو طاهر نقي ولكن هذا هو لا يجرب الانسان بالشرور ده في عقوب واحد تسعة لان الله قدوس وبار في ذاته هو لا يجرب ايضا الانسان بالشرور يعني اوات كتيرة يعني احب اوضح النقطة دينه لو انت لو انت دخلت الشركة بتاعتك وانت في الشركة لقيت نفسك في قضة الخزانة والخزنة مفتوحة ما تقدرش تقول انه ربنا تدبر ليك الفرصة دي بايس وانه ده ربنا سمح بان انا اكون موجود في المكان ده في الوقت دون والخزنة مفتوحة وما فيش حد ربنا لاي ويجرب الانسان بشهر يعني هو مش بيحطه قدامك ان انت تسرع زي ما بيحطش قدامك ان انت تزني واضح الفكرة الافعال هذه نبع من جوانا احنا من دواخلنا احنا الله ليس له علاقة بيها ده من نتيجة طبيعتنا الخطيئة نحن البشر الله ممكن يمتحننا والامتحان ليس معناه انه يعني انه يقودك الخطيئة لكن الله لا يجربنا بالشرور الله لا يجربنا بالشرور لانه هو نفسه غير مجرب بالشرور طيب اذا كان دي طبيعة الله فكيف يمكن ان نقول ان المسيح جرب وهل كان المسيح محتاجا الى التجربة احنا نتكلم على تجربة جاية من خارج المسيح وليس من قلب المسيح ولا من دواخله التجربة جاية من برا جاية من ابليس جاية من الشيطان لكن لم تأتي من قلب المسيح النصرة جاية من جو المسيح لكن التجربة جاية من برا طيب هتقول لي هل كان المسيح محتاجا الى التجربة ويقول كتاب وكان هناك في البرية اربعين يوما يجربوا من الشيطان مهمة او ان احنا نفهم لماذا جرب المسيح كويس وعشان نفهم النقطة دي لازم نرجع الى بداية القصة لم ربنا خلق الانسان خلق الانسان على سورته وصلته على كل طير السماء وعلى كل سمك البحر وعلى كل حيوانات البرية فصار الانسان الاول ادم نائبا عن الله على الارض كما ايضا هو نائبا عن البشرية كلها الا انه ادم الاول سقط وفقد هذا سلطان ضيعه ولما سقط ادم سقطت ايضا معه البشرية كلها ادم لما سقط فقد الشركة والعلاقة مع الرب وزي ما قلت لما سقط ايضا سقطت البشرية نحن كنا في ادم هو نائبا عننا لذا هذا نحتاج الى نائب اخر ينوب عننا هذا النائب ينتصر منتصرا غالبا على الخطيئة والاف احتاجنا الى ادم اللي بيقول عنه كتاب ادم الاخير الذي هو مجرب في كل شيء مثلنا لكن بلا خطيئة عشو كده لما بنقرأ عن عن تجربة ادم وبنقرأ عن تجربة المسيح بندرك الى اي مدى ادم الاخير الذي هو كلي القداسة والبر لما نؤمن به ننار البر وننار القداسة لانه قد انتصر على كل خطيئة وعلى كل اثم ادم الاول كان عنده كل فرصة للنصرة ادم الاول كان في الجنة ادم الاول كان سلطانه على كل البرية والحيوانات وطيور سماء الى اخره ادم الاول كان عنده كل ما يحتاجه ادم الاخير كان في البرية كان صائما لم يأكل اربعين يوما كان متعبا جسديا كان عنده كل فرصة انه ممكن لو يسقط الا انه نجح لكي ما ينوب عني وعنك عشكا تجربة المسيح مهمة جدا في فكرنا المسيح وفيه اساسيات ايماننا المسيحية لانها بتأكد لنا قداسة المسيح وان المسيح هو البار الوحيد الذي بره يحسب لنا عندما نؤمن به عندما نؤمن به طيب اجي الى نص اخر هذا النص الاخر مهم و يؤكد لنا واحد من النصوص التي تؤكد لنا لهوت المسيح يعني دايما الاخوة المسلمين يسألونا اين قال المسيح اني انا الله سؤال يعني كمية السزاجة اللي فيه غير عادي كمية السزاجة اللي فيه غير عادي انا لا اقلل من الذين يسألونا السؤال ده لكن السؤال نفسه السؤال نفسه كأنهم متخيلين ان المسيح يازم كان يمشي في الشارع في شوارع ارشاليم او في الجليل كويس ويقعد ينادي انا الله انا الله انا الله انا الله هو ده اللي كان متخيل الاخر المسلم يعني لكن لكن لحوط المسيح مؤسس على اعلانات المسيح نفسها بنشوف المسيح قال ايه عن نفسه بنشوف المسيح عمل ايه واللي قاله المسيح واللي عمله بنقف قدامه وبنسأل السؤال المنطقي اللي ممكن كلنا نسأله كيف كيف لانسان ان يفعل هذه الامور كيف او كيف لانسان ان يدعي هذه الادعاءات يعني انت لما تبقى قاعد في قاعد واحد يدعي ادعاء كبير اوي انت بسؤال بتقولوله على اي اساس انت ادعيت هذا الادعاء وعاد تقول ان هذا الانسان كذاب او تقول هذا الانسان صادق مشكلة الرب يسوع مع اليهود ليست ان المسيح قد عمل اعمالا اغضبتهم لكن المشكلة الاساسية انه قال اقوالا عصبتهم يعني اقوال اللي قالها كانت بالنسبة لهم تكديف على الله يعني من ضمن الحاجات اللي قالها مثلا الرب يسوع انا هجي للنص دو اللي قدامنا كان من ضمن الحاجات اللي قالها الرب يسوع مثلا لما قال عن نفسه واعلن انه انا والاب واحد لما اعلن وقال ستأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الانسان ادخال واحد النهار ده موجود معاك يقولك هيجي وعد كل الناس اللي في القبور دول وفي كل مكان هيسمعوا صوتي وهيقوموا من بين الاموات الطبيعي ان انت لو يهودي ملتزم هتقوله ان انت يعني بتجدف ولو انت ملتزم اوي 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 هتعمل زال يهود انك تمسك حجار عشان ترجمه بيها لكن يجي هنا الى موقف وصورة جميلة بيرسمها لنا مرؤس في اصحاح اتنين مرؤس بيرسم لنا ان المسيح كان له كل المجد يشفي وصيتو وصل الى كل الكرة المحيطة وكان في اربعة اصحاب اربعة اصدقاء عندهم صديق مشلول ما بيتحركش نايم على فراش عاجز سمعوا ان الرب يسوع موجود فقالوا احسن حاجة ناخد صديقنا دوا وانشيلوا بالسرير بتاعه اربعة يشيلوا كل واحد من ناحية ونروح به الى حيث المسيح ولما وصلوا الى البيت اللي كانوا يعني الغاية بتاعتهم والمسيح جوه البيت معرفوش يدخلوا من كثرة الناس اللي كانت وقفة وسدت طريق قدامه تفكروا فكرة احنا عسن حاجة البيوت زمان كان بتبقى من البوص السقف بتاعه عسن حاجة نعمل ايه ان احنا نطلع فوق ونفتح كوة فتحة وتكون كافية ان احنا ننزله بالحبال في نص الاوضع وعملوا كده ونزلوا صاحبهم ده بالحبال نزلوه الى حيث كان المسيح تولينا كلمة الله انا يسوع عندما رأى ايمانهم قال للمفلوق يبني مغفورة لك خطيق وهنا كانت الصدمة الكبرى الطامة الكبرى انت عندك يهود كثيرين عندك طبعا الكتبة والفرسين ومعلم الشعب اللي بيشوفوا زيطة في مكان بيروحوا علشان يتفرجوا وعلشان يعني يشوف التعليم اللي بيتقال ده تعليم صحيح والاعمال دي اعمال صحيحة ولا ما هم حراس الشريعة فاول ما سمعوا كلام الرب يسوع قالوا على طول على الكلام ده انه يجدف شخص ده بيجدف ليه أليس الله وحده هو غافر الخطايا نعم على فكرة أنا كمسيحي بأؤمن أن الله وحده هو غافر الخطايا ولا يوجد إنسان مهما كان على وجه هذه الأرض يستطيع أن يخفر خطاياه وكل من يدعي كل من يدعي أنه يوجد إنسان يخفر الخطايا في هذا الإدعاء كاذب وأنت كمسلم تتفرج علي تؤمن أيضا أن الله وحده هو غافر الخطايا فأنا وإنت أنا وإنت بنؤمن بنفس الإيمان أن الله وحده هو غافر الخطايا ولو إحنا بنؤمن أن الله وحده هو غافر الخطايا يبقى عندنا مشكلة في كلام المسيح يبقى هنقف نقول السؤال الطبيعي المنطقي بأي سلطان يخفر المسيح الخطايا إن لم يكن هو الله مش صح؟ مش ده السؤال المنطقي بأي سلطان حتى الكتاب المؤدس بيقول لنا في كل صفحات إنه خطيط الإنسان أولا وأخيرا هي موجهة ضد الله حتى داود عندما أخطأ قال إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت والإنسان لما بيتوب بيتوب مش لإنسان بيتوب لله واللي بيخفر الخطايا هو شخص الرب يجي السؤال بجد السؤال دا مهم جدا أنت كمسلم لازم تسأله بأي سلطان يخفر المسيح الخطايا ما تقول ليش إنه لا ربنا ميزه وداله هذه الميزة أقول لك أقول لك على أي أساس على أي أساس شمعنى المسيح شمعنى المسيح ليه مش موسى ليه مش فلان أو فلان إش معنى دا وده على فكرة لو أي إنسان صادق مع نفسه وبيقرأ العبارات دي هيسأل أسئلة دي أنا عارف إنه لإخوة المسلمين ريحوا دماغهم ريحوا دماغهم بإيه قال لك الكتاب مؤدس محرف وبالتالي هو مش هيفكر في الآية دي ولا هيقف قدامها ولا هيتأمل فيها ولا هيبقى صادق معاها لا 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 أقول لك إلا أنا أجي المحرف يا عمي وهكذا يجعل إبليس الأخ المسلم اللي بيقول هذا الكلام عايش مصدق كذبة هذه الكذبة تقود إلى الهلاك الأبدي إن لم تتغير بأي سلطاني نفعل هذا كلام ده قاله قاله يعني أنا أرى لكم الجزء الموقف نفسه يقول الكتاب إنه فلما رأى يسوع إيمانهم في مرء ستنين وعدد خمسة فلما رأى يسوع إيمانهم قال المفلوق يبني مغفورة لا خطيئك كويس وكان قوم من الكتبة هناك جالسين المتخصصين المتخصصين في نسخ المخطوطات كويس وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم من هم ما تكلموش بقى أفواهم كانوا بيفكروا في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف من يقدر أن يخفر خطايا إلا الله وحده ده صح كانوا يفكرون في قلوبهم دي نقطة تانية عايز برهان تانية على إن المسيح كان يعرف ما في القلوب الآية اللي بعد كده الآية اللي بعد كده فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبهم أيما أيسر أن يقال المفروج مغفور لخطاياك أم يقال قم واحمل سريلك وامشي ولكن لكي تعلموا أن الإبن الإنسان سلطانا عن الأرض أن يخفر الخطايا قال للمفروج لك أقولكم وأحمل سريلك وأذهب إلى بيتك إيه البرهان على أنه المسيح فعلا غفر خطايا هذا الإنسان أنه شل سري الرؤام ما ممكن أن أقول أي حاجة لكن معرفش أبرهن عليه ممكن أدعي أي ادعاء لكن معرفش أنه أكده أنه صح المسيح المسيح مش بس قال للمفلوج مغفور لا خطاياك لكنه برحا على أنه هذا المفلوج غفرت فعلا خطاياه فقام وحمل سريره ومشي بصلي أنه المسلم لما يقرأ الكتاب المعدس يقرأ بعين مفتوح يقرأ بعين الناقد بس في نفس الوقت يقرأ بعين سائل الأسئلة اللي تسأل الأسئلة اللي تقف قدام أعمال المسيح وتسأل الأسئلة إن لم يكن المسيح والله يبقى المسيح مجدف إن لم يكن المسيح والله يبقى المسيح كذاب إن لم يكن المسيح والله يبقى المسيح عايش في أوهام كان عايش في أوهام لكن حاشا حاشا بشهادتك وبشهادة كتابي إنه حاشا المسيح أن يكون كذاب وحاشا له أن يكون مجدف طب ايه يبقى فعلا هو الله المتجسد ولما أرى كده وأفهم كده أعرف أنه ده إعلان من فم المسيح شكرا بقول لك بقول لحضراتكم أن اللهوت المسيح ليس اختراع كنيسة ولا اختراع تلاميذ الرب ولا اختراع أي شخص من الأشخاص هو إعلان المسيح نفسه عن نفسه إعلان المسيح نفسه عن نفسه طيب في معضلة أخرى حابب أقضي الوقت اللي جاي فيها وهذه المعضلة هل هاخد وقت أنا كده يبقى طيب أنا عندي معضلة معضلة قبل المعضلة دي مش هاخد فيها وقت كتير لكن هاخد في اللي جاية وقت أكتر بيقول البعض كلام المسيح أن لا يحتاج لأصحاء إلى طبيب بل مردى لم قاتل أدع أبرارا بل خطاطا إلى التوبة بيقول لك يبقى هنا أيام المسيح ما جيه يبقى مش كل الناس كانت محتاجة إلى غفران المسيح كان في بعض منهم أبرار وبعض منهم كويسين المسيح جيه بس من أجل أقلية الوحشة وبكده فكرة أنه الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ما لهاش أي أساس في الكتاب المؤدس وبكده أن المسيح متى من أجل خطايا الإنسان جميعا أيضا ما لهاش أي أساس طبعا اللي بيقولك كلام ده بيفهم الآية دي فهم سطحي جدا الرب يسوع هنا له المجد قال الآية دي للفرسين والكتبة لما رأوه أنه بيعد مع العشرين والخطاة ويأكل معهم فقالوا إزاي إزاي لو أنت بتقول أن أنت المسيح تعد مع العشرين والخطاة وتأكل معه فرب يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم أتي لأدع أبرارا بل خطاة إلى التوبة هل فالن كان في أبرار وكان في أصحاء آه كان في بس دول أبرار وأصحاء في أعين أنفسهم فقط دول أبرار وأطقياء في أعين أنفسهم دول جماعة الكتبة والفرسين اللي كانوا بينظروا إلى أنفسهم على أنهم أبرار واللي كلم عنهم الرب يسوع مرات ومرات وشبههم بالقبور اللي من برة مبيضة لكن من جوة مليانة فساد الجميع فعلا زغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ولا واحد وكل البشرية سقطت كويس لكنها بيكلم الرب يسوع عن الأبرار بيكلم عن الأبرار الذين في أعين أنفسهم الإنسان اللي بيظن أنه صحيح الجسد مش هيروح للدكتور اللي بيظن أنه صحيح جسديا مش هيروح للدكتور اللي بيظن أنه بار مش هحتاج للتوبة ده بيظن عش كده رب يسوع قالهم أنا مش جاي من أجل الذين هم يظنون في أنفسهم أنهم أبرار أنا جيت من أجل الذين يقولون عن أنفسهم أنهم خطاء وعش كده كان بيقعد بياكل بيشهب معاهم طيب المعضلة الأخيرة معضلة دي مهمة لأنها كما ادعى بارت إرمان اللي هو حبيب الإخوة المسلمين بارت إرمان المتخصص في علم العهد الجديد والنقد واللي كاتب أكثر من كتاب عن مخطوطات العهد الجديد وعن إزاي المسيحيين قال له المسيح وطبعا من أشهر كتبه اللي أنا تناولتها أيضا بالشرح قبل كده من أشهر كتبه كيف صار يسوع إلها اللي بيقول بارت إرمان إنه الآية دي هي سبب انحرافه وبعده عن الإيمان واعتقاده إنه الكتاب المؤدس محرف كويس الآية دي موجودة في إنجل مرقص أصحاح 2 وفي عدد 26 لما بيقول هنا الرب يسوع وبيسجلها مرقص لم يقول أنه في أيام أبيثار رئيس الكهنة أما قرأتم أنه في أيام أبيثار رئيس الكهنة أنه دخل وأكل من الخبز الذي لا يحل أكله إلا للكهنة كويس فمرقص بيقول لنا أنه أبيثار لو رجعنا إلى سامويل الأول 21 بنجد أن رئيس الكهنة اللي تقابل مع داود كان اسمه أخي مالك أبو أبيثار فبيجي هنا نصين فوق بعض النصين حطتهم هنا مرقص اثنين وحطيت أيضا سامويل الأولى 21 يقول في مرقص اثنين كيف دخل بيت الله في أيام أبيثار بيكلم عن داود كيف دخل بيت الله في أيام أبيثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة في سامويل الأول 21 بيقول فجاء داود إلى نب إلى أخي مالك الكاهن فاضطرب أخي مالك عند لقاء داود أيهم أصح هل كان أبي مالك أخي مالك سوري كما في سامويل أم أبيثار كما ذكر لنا مرقص والنقطة الجوهرية دويس اللي بيدعيها البعض أنه مش ممكن يكون الاثنين صح يأما الرب يسوع أخطى فقال أبيثار ومرقص مشي وراه وكتب أبيثار وهي أخي مالك يأما مرقص يكون أخطى في الدعوة الأولانية لو الرب يسوع هو الأخطى يبهينا طعن في لهوت المسيح يأما مرقص هو اللي يكون أخطى في الكتابة المسيح قال أبيثار بس مرقص لما جاي سجلها سجلها على أنها سوري المسيح قال أخي مالك لكن مرقص لما جاي سجلها سجلها على أنها أبيثار وبالتالي يبقى تعني في وحي الكتاب هذا فإحنا عندنا تعنين موجودين تعني في لهوت المسيح مرتبط بهذه آية وتعن مرتبط بمصدقية كلمة الله أيهما أصح طيب الآية دي زي ما قلت من الآيات المهمة جدا و نحن من منطلق إيماننا بالحكتين دول منطلق إيماننا بلهوت المسيح ولأن المسيح هو كلمة الله المتجسد فهو كامل ولا يمكن أن يخطئ ومن أجل إيماننا أيضا في كلمة الله أنها مكتوبة بالروح الكدس نعم من أيضا أن كلمة الله خالية من أي خطأ طب أمال إيه الحل كيف لنا أن نتعامل مع هذا النص كويس هقول لحضراتكم الحل اللي بعد دراسة لاقتراحات كثيرة وبعترف أنه هذا النص صعب لكني لا أعترف بتناقض أو بخطأ أعترف أنه صعب أعتقد أن الحل يكمن في نقطتين مهمين كتا في حل لغوي تحليل اللغوي للنص وفي حل تاريخي والثقافة اللي كانت موجودة أيام أبي ثار وأخي مالك وكيف كان نظرة الناس إلى رئيس الكهنة في ذلك الوقت الحل اللغوي يكمن في كلمة إي بي باليوناني اللي بتترجم هنا في أيام إي بي اللي ممكن تترجم هون عندما يعني ممكن كيف دخل بيت الله عندما كان أبي ثار واللي بتترجم أيضا في أيام في time of فلان الفلان أو during the days of فلان خلال فترة فلان الفلان لكن نفس الكلمة نفس الكلمة جاءت في مرقص 12 وعدد 26 مرقص 12 وعدد 26 نفس الكلمة وعش كده حابب أقرأ هذا نص لحضراتكم لأنه مهم كيف يمكننا أن نقرأ الكلمة إبي في أيام بيقول هنا في مرقص 12 وفي عدد 26 وأما من جهة الأموات أما من جهة أنهم يقومون أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العلايك في أمر العلايك أو بالنص الإنجليزي في النص المرتبط بالعلايك كلمة إبي هنا وردت في أمر العلايك مش في أيام كويس فيمكن على أساس هنا استخدام اللغوي تبقى الآية بتاعة مرقص كيف دخل بيت الله في النص المرتبط بأبي 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 ياثار رئيس الكهنة لأنه أبي ياثار يعني كان رئيس الكهنة مرتبط بداود وارتبط بأبي في خدمته وقت طويل وكان هناك تيكست مخصوص أو نص مخصوص كان بتكلم عن أبي ياثار وهذا النص موجود في ساموئيل من أول 21 إلى نهاية ساموئيل الأول فده حل من الحلول أنه بننظر إليه من النحية اللغوية فنرى أنه ممكن زي ما استخدمت كلمة إي بي وترجمت في 12 26 في أمر العلايكة ممكن هنا تترجم أيضا في مرؤس 2 وعادة 26 في أمر أبي ياثار رئيس الكهنة غيس ده أول حاجة حاجة تانية ممكن الحل نفهمه من الثقافة أو التاريخ أبي ياثار البعض بيقول أن أبي ياثار كان عنده اسمين كويس وحسب أخبار الأيام الأول وأيضا ساموئيل الأول بيقول الاسم الأولاني كان هو أخي مالك والاسم التاني كان أبي ياثار ممكن ممكن يكون دو لكن أنا مش آه بدنا هذا الفكر لكن رئيس الكهنة وابنه كان يطلق عليهم رئيس الكهنة أي فرد من عائلة رئيس الكهنة بيخدم ويقوم بمسؤوليات إدارية كان يطلق عليه رئيس الكهنة عائل الكهن كان رئيس الكهنة لكن أولاده كانوا أيضا يقومون بمهامه كان رؤساء للكهنة أكتر من كده أيام الرب يسوع كان عندنا كان مواحد رئيس كهنة ها أنتو عارفين أكيد كان عندنا مين قيافة كان عندنا مين حنان هل ينفع يكون عندنا اتنين رئيساء كهنة ينفع ليه لأنهم نفس العيلة لأنه قيافة كويس كان حمامين حنان وكان بيقوم بمهام حنان رئيس الكهن فلما يقولنا في أيام أبياثار أبياثار كان حاضرا مع أخي مالك أبياثار كان موجودا مع أبي مالك أخي مالك اللي هو أبوه وكان بيخدم معاه فأيضا يطلق عليه كرئيس الكهنة ولما يقول مرؤس أنه في أيام أبياثار رئيس الكهنة لم يخطئ الحاجة الثانية أنه داود وأبياثار ارتبطوا بعض ارتباط وثيق جدا يعني خدمة وحياة داود ارتبطت به أبياثار أكثر من أخي مالك هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية عن نصوص صعبة في إنجيل مرؤوس فإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم